شكرا فاهم بنبسط أملأ المسؤول غيران وداخل يتكلم بنبسط بنبسط بيدي وزن المسؤول لما بيتكلم يا جماعة بيدي وزن يعني أنا معرفش حاجة أنه التقرير ده حيترد عليه وأنه فيه تصويره وفعلاً اللي تقال ده إحنا عارفينه في المطار يعني إحنا عارفينه إحنا موجودين في المطار على طول عارفين إيه الحكاية وبنشوف وبقارن وبحس والوقت زي ما هو بيقول أنا قلت لحضراتكو إيه أنت أم حاجة بنسبة لك في المطار نمرأ طبعاً فيه أشياء كتيرة مهم إنما نمرأ واحد أنت بتاخد وقت تقديمنا وما تدخل لغاية ما تخرج فشيء جميل إن شاء الله ونشوف المطار ده مطار جيد مطار له تاريخ مطار له بصمات مطار له وجود واضح في المنطقة الناس أما بتيجي أول حاجة يقابلها أنا بشوف كتير من إخواننا العرب وهم جايين معايا سواء نكون راجعين من المملكة العربية السعودية سواء نكون راجعين من دولة الإمارات سواء من راجعين من لندن راجعين من باريس راجعين من اليونان راجعين من أي دولة هما بالنسبة لهم المعاملة السرعة شنط تيجي بسرعة كل هذه الأشياء لما تكون موجودة جيدة والحمد لله إحنا توسعنا في عدد من المطارات السيحية ممكن شرم الشيخ بقى أفضل غرداء بقى أفضل برج العرب بيتحسن سفينجس العالمين كل هذه المطارات ولكن في النهاية أرجع وأتحيز مرة أخرى لمطار المطارات مطار القاهرة معلش أي مطار تاني عظيم وهاين ولكن مطار القاهرة والناس اللي شغالوا بمطار القاهرة أنا رأيي أن هذا المكان هو بيحقق يعني ملحمة يومية لأنه روح المطار شوف عدد البشر روح وقت الساعة تسعة اللي هو الطائرات كلها طلعبها في صالة تلاتة دي الساعة تسعة يا خرابي حاجة بس تلقى أولاد مصر اللي عاديين شغالين تعبنين ووقفين على الكاونترات ووقفين على الجوازات وتأمين الناس والزباط ومناء الشرطة والناس اللي في المطاعم طبعا حتى الضخم جدا والناس كل واحد هو داخل هو السفر كده أنا وما لياش دعو بحد أنا عايز حاجة أنا تخلص أنا عايز باسبوري يتختم أنا عايز الجوازات بتاعتي أنا عايز الوزن بتاعي يطلع أنا 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 كل واحد أنا وسط ده كله يجب أن في حد يحتوي لأنا دي فأنا بشكر يعني سيد وزير الطيران على هذه المداخلة وأنه هو فيه اهتمام ده أولى بالعناية والرعاية من إيد حضراتكو أسازة الأولويات ولكن المطار هو الأولى ويجب النظر له نظرة كبيرة ولن يكون أمر غير عادي لما تحصل زيارات عالية المستوى للمطار يعني ده برضو بيدي اهتمام الناس اللي بتشتغل لناك تشعر أنه فيه اهتمام بيهم واهتمام بالمطار وأنه فيه تحسين هي بيئة العمل كمان يا جماعة أنا لما بشتغل في مكان يعني الكرسي اللي أنا قاعد عليه ده أنا بقالي ست سنين قاعد عليه مريح أنا مرتاحتك الكرسي ده مريح بالنسبالي دي اللونجات اللي موجودة الكرسي ده مريح بالنسبالي بيئة العمل لو فيهم تاني أجل أكرسي ده أقول لهم لا شوف بقى الكرسي لا ده مش هو ده اللي أنا بقعد عليه فيعني إن شاء الله نشوف حاجة أحسن وأهلا بكل زوار مصر المصريين بيعملوا كل شيء ممكن وغير ممكن علشان السايح اللي جاي